السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك أبلادي اللي منكم ودنه حساسة شوية أو لابس دلوقت في ودان وهيد فوه نواب يسمعني هيحسوا وهيعرف كويس إن أنا عندي انفروانزة وعندي سخونة وتعبان والجو عندنا في مصر دلوقت برد قارص يعني لكن على أية حال الناس مبارح وهي بتشوف مباراة منتخب الجزائر العريق أمام منتخب تونس ناس كتير منهم بكل أسف بعد ما شافوا تلك المباراة الأسطورية وشافوا الأداء الرائع وشافوا الروح القتالية للمنتخب الجزائري بدأوا يفقدوا الأمل في منتخباتهم ويمكن أكتر ناس عملوا كده المنتخبات طبعا اللي كانت متعشمة أن هي تكمل زي منتخب سوريا منتخب مصر منتخب مصر بالمناسبة وبعد هزمته من قطر الإعلام دلوقت ماسكه غسيل ومكوى زي ما بيجوله وكله بيرمي المسئولية على كيروش وعلى اللاعبين يعني طب هو فيه إيه غير كيروش واللاعبين يعني هترمي المسئولية على مين كمان لكن على أي حال يبقى السؤال الخالد والسؤال الأهم والسؤال الذي يبني كم من الوقت ومن المجهود يحتاج المنتخب السوري عشان يقدر أن هو ينافس المنتخب الجزائري مجدرش أقول عشان يبقى زي منتخب الجزائر لا لأن كل منتخب ليه طبيعته منتخب الجزائر منتخب قوي منتخب عنده العامل البدني منتخب عنده الروح القتالية منتخب بيلعب كرة قدم أفريقية متميزة لكن منتخب سوريا يعني تقدر تقول هو منتخب لسه بيعاد بناءه وبيعاد تشكيله بمدرب جديد يعني إحنا لعبنا مع تونس دي تاني مباراة لينا مع تيتا فاليريو وقدمنا أداء رائعة آه بالمناسبة لسي تفكركم أن إحنا لعبنا مع تونس وغلبناها 2-0 أنا بعيد الكلام ده بس عشان أقول لكم أن تونس إمبارح اللي إحنا غلبناها وصلت للنهائي ولعبت مع الجزائر واتغلبت برضو 2-0 هل 2-0 ده يعني رابط منطقي أو وراء شيء ونقدر نستدل منه على شيء ولا لا لكن على أي حال برضو ومش عارف هل أنتوا فاكرين ولا لا أيام الكابت النظار محروس إحنا لعبنا مع منتخب الجزائر ده لعبنا مع منتخب الجزائر بقيادة مجيد بوجرة اللي هو كان اسمه ساعتها منتخب الجزائر للمحليين ولما لعبنا مع المنتخب ده اتهزمنا منه 2-1 أعتقد وسجل للمنتخب السوري محمود المواس طبعا المباراة بكل أسف لم تذاع بقرار من الكابت النظار محروس وبقرار من الاتحاد السوري لكرة القدم السابق كم نحتاج من الوقت ومن المجهود أو بمعنى أدق هل الفارق ما بين منتخب الجزائر ومنتخب سوريا هو فارق بالسنين الضوئية أم بالكيلومترات يعني ممكن نحصله في جد إيه من الفترات من وجهة نظري الشخصية تجربة منتخب الجزائر عشان تعمل النجاح ده المستمر وعدد الانتصارات المستمر والله هزيمة عدد الانتصارات اللي هو وصل تقريبا لحوالي 38 أو 37 مباراة بلا هزيمة ده مش سهل ومش أي حد يعرف يعمل كده ولا حتى منتخب مصر ولا منتخب ألمانيا ولا منتخب البرازيل في خصوصية لمنتخب الجزائر أي مقارنة ما بين منتخب سوريا ومنتخب الجزائر مقارنة خاسرة بالمر مقارنة خاسرة 100% لأن الظروف مختلفة واللاعبين مختلفين والدماغ مختلفة والمدرب كمان مختلف طيب أنا من وجهة نظري الشخصية ومستني برضو أعرف فيكم تحت في التعليقات أن منتخب الجزائر أكتر شيء ميزه حشتين حشتين ما لهمش تالت الشيء الأول لمنتخب الجزائر هو العامل البدني وعايز نموذج أو مثال على العامل البدني شوف الهدف الأول لمنتخب الجزائر أمام تونس سجلوا اللاعب طبعا بطريقة خرفية الهدف دي تقريبا في الدقيقة المئة بعد ما سجل الهدف الهدف ده آخر يعني كان ممكن يكون آخر هدف في البطولة بعدما البطولة خلصت يعني دي آخر مباراة لمنتخب الجزائر إلا أن اللاعب بعد ما سجل الهدف جري من الملعب من أوله تقريبا لآخره وكل اللاعبة بتحاول تحصل اللاعب اللي سجل الهدف مش عارفين حتى الفريق الإداري والفريق الفني بيحاولوا ينزلوا يحصلوا مش جادرين ما شاء الله لقوة إلا بالله القوة البدنية واضحة على المنتخب الجزائري والاستعداد البدني الاستعداد البدني المميز مش عادي مش استعداد بدني عادي يمكن إحنا عندنا نماذج كتيرة للاعبين عالميين زي كريستيان رونالدو أو يعني بنشوف عضلاته متشرحة محمد صلاح برضو بنشوف العضلات اللي هنا دي اللي تحت اللي بيسموها العضلة مش عارف المنشارية ولا إيه على نحية تانية بنشوف ميسي ما عندهوش التكوين العضلي المعقد ده لعبين آخرين برضو على نفس الشكلة ما عندهوش تكوين عضلي معقد لكن بيعملوا أداء رائع الجزائر من النوع ده الجزائر منتخب الجزائر وواضح جدا جدا دور الأداء البدني والفريق البدني للمنتخب الجزائري اللي جدر يصمد يصمد كل مباريات البطولة فاز في كل مباريات البطولة ده غير عادي اللي تابع منكم منتخب سوريا كان غايب عنه العامل البدني يعني أول مباراة أمام الإمارات الشوط الأول ده احنا كنا بنتمرن يعني كنا بنسخن بنعمل إحماء وورم أب الشوط التاني كنا خلاص سخنا وتمام فلعبنا أداء أفضل مباراة تونس جاءت بجا دي كانت المعركة ساحة المعركة كانت مباراة الإمارات تمرين مباراة تونس كانت هي المباراة اللي هي بياننا فيها إمكانياتنا ومهاراتنا وكنا في ذروة أداءنا في ذروة تركزنا تصرحات الكابتن نبيل معلول برضو المستفزة كلها دور وكلها عامل فكسبنا منتخب تونس 2-0 لكن لما جينا لمباراة موريتانيا العامل البدني ما أسعفناش تلك مباراة ورا بعض ما جدرناش نلعبهم ما جدرناش نلعب تلك مباراة واجعت مننا الشوط الأول من أول مباراة ووجعت مننا تالت مباراة مباراة موريتانيا ووجعت مننا بالكامل اللعيبة ما كانتش جادرة تمشي اللعيبة ما كانتش جادرة تجري حتى محمود المواس لما جي من الدوري العراقي مع الشرطة ما كانش جادر يجري على الملعب وده بكل بساطة لأنه كان لسه بيلعب أول أمس يعني جاب ليها بـ 48 ساعة يعني مباراة في كأس العراق أمام أربيل العامل البدني ويمكن ده اللي خلق الكابتن تيتا فيليريو يصر على أن يكون المعد البدني من رومانيا أو يكون هو اللي اختاره بنفسه بالشرط روماني أو غيره يعني بس إحنا جربنا خلاص كل المعدين البدنيين يعني إحنا جربنا طبعا ممكن الناس تقول وده الحجة الأسهل يعني إن اللعيبة أصلا بتوعنا المحليين دول اللعيبة من الأساس بيلعبوا على أرض سيئة وبيلعبوا في دوري تعبان زي الدور السوي وكده لا أنا مش معا الكلام ده خالص شمعنا محمد ريحانية طلع شمعنا محمد الحلاق طلع شمعنا محمود البحر طلع اللعيبة دي كلها طلعت بمستوى كده فارق لوحديهم بدون أسباب لا أكيد ليهم شكل مختلف من التعامل مع صحتهم ومن التعامل مع أسلوب حياتهم وإحنا بنسمع وبنشوف الصور بتاعة اللعيبة بتشرب أركيلة بنشوف ده تخيل حد بيشرب أركيلة بيلعب في مطولة كأس العرب مثلا يا طبعا أمر مرفوض تماما يا فأنا وجهة نظري الشخصية قرار الكابتن تيتا فاليريو باختيار معد بدني أجنبي ده قرار رائع ويمكن يحسب للكابتن نبيل معلول بنسبة 50% أنه هو اشتغل على العمل البدني شوية بس طبعا هو اشتغل على العمل البدني بشكل عنيف هل أنتم فاكرين التمرينات بتاعة الكابتن صابر بن ناجي العياري معد البدني أيام الكابتن نبيل معلول على الرملة على شاطئ الرملة في سوريا كانت اللعيبة بتشيل حديد على الرملة يعني يعني في حال اسمها الأحمال طبعا أنا مش متخصص في الرياضة خالص ما عنديش أي خبرة في المجال الرياضي أو التمارين أو كده يعني يعني أنا بالكاد بقى لعب كرة أصلا يعني بالكاد بالعافية لكن ليه يا زملائي جالولي لا ده فيه أحمال زيادة هنا فيه تحميل على العضلة بشكل مبالغ فيه التحميل ده مش هيكون ليه مردود كويس هو لعيب كرة القدم مش لعيب كمال أجسام ده من وجهة نظري كان العمل الأهم أمس لمنتخب الجزائري العمل التاني هي الروح مفيش منتخب في الدنيا يقدر إن هو يلعب 37 أو 38 مباراة وبيغير كادر فني وبيغير لعيبة وبيغير منتخب بمنتخب بيدين منتخب محليين مكان منتخب أول ويحافظ على 37 أو 38 فوز متصل ورا بعد إلا بالروح الروح هي اللي بتعمل كده طبعا يقينا في حد بينقل الروح دي يعني اللعيبة واضح إن هم عندهم الروح دي ومش نسينها بالمناسبة إحنا في مباراة تونس كان عندنا روح وكان عندنا دافع أكتر من الروح كان عندنا دافع كنا مغلولين من تونس بسبب تصرحات الكابتن نبيل معلول محتاجين نشتغل على الروح أكتر أكيد طبعا سواء منتخب سوري أو منتخب مصري يعني اللي شايف منكم منتخب مصري يعني الكواليس بتاعة المباريات كواليس غير لطيفة يعني يعني كله بيرم المسؤولية على بعضه لعيبة الأهل بيرم المسؤولية على لعيبة الزمالك بعض من اللعيبة يعني بيقع في سقطات زي السلية لما سجل في نفسه هدف أمام تونس فكل الناس استلمته كل دي أخطاء بالمناسبة يعني كل دي أخطاء ما هوالد لعب تاني هو اللي كان يعمل كده بدل السلية يعني إن انت يعني يكون عندك روح ويكون عندك شكل واضح ويكون عندك هدف واضح المباراة دي إما الفوز أو الفوز أنا ما عنديش بديل يعني حتى اللي شاف منكم الهدف التاني المنتخب الجزائر مبارح أمام تونس واللعب هو بيسجله هو مبتسم كده وفرح جبل ما يسجل الهدف بالمناسبة كان ممكن يفقد توتره ويضيع الكرة لأ هو ما ضيع هار هو خد الكرة ومشي بيها بالراحة بالراحة بص وراه وبص على الجماهير وفي الآخر رح سجل الهدف سجل الهدف التاني إن انت تفوز اتنين صفر غير لما تفوز واحد صفر أكيد مية في المية لو عندنا لعب إحنا في سوريا هل يقدر يعمل ده يعني يمكن اللي تابع منكم أبو تريكف في كاس أفريقيا 2010 لعب مباراة مع بوركينا فاسو وكان ساعتها درقبة بيلعب أبو تريكا جيري من نص الملعب لحد المرمى وسجل الكرة بطرف قدمه كده في الزاوية من تحت في حال اسم مرمى كودي فوار يعني كودي فوار مش بوركينا فاسو فصالت الدنيا وقامت الدنيا أبو تريكا بيبزل المجهود وأبو تريكا عنده لياقة وعنده نفس طبعا هم يعني واضح إن هم ما شافوش لعيبة الجزائر يعني يعني لعيبة الجزائر اللي آخر دقيقة بفتنس بلياقة بقوة عضلية وبتركيز الاشكالية الأكبر في غياب القوة العضلية هي إن أنت لما بتغيب عنك القوة العضلية بيغيب عنك التركيز مفيش تركيز هو أن الأساس إن أنا عندي هدف إن إحنا نجيب الكرة وندخلها ما بين التلات خشبات هندخلها إزاي ما بين التلات خشبات وإحنا عندنا إنهاك بدني طب ده إحنا عندنا إنهاك بدني يعني مش هنعرف نفكر يعني مش هنعرف نمرر يعني مش هنعرف نحسب الكرة يعني مش هنعرف نعمل رفعة أو سروباس أو تمريرة دقيقة وبالتالي كأن المنتخب مش موجود وهو ده اللي إحنا شفناه من المنتخب السوري أمام منتخب موريتانيا عايزين نموزج تاني على كده منتخب قطر ومنتخب مصر في المباراة الأخيرة اللي يوم المنتخبين صدقا كأنهم نادي أحياء شعبية بيلعب أداء سيء أداء سيء مش معجولة مفيش كرة مفيش تمريدة مفيش لعب يعني هم خلاص جابوا آخرهم عندنا في مصر فيه مصطلح مشهور بيقولوا عليه جابوا جاز هل أنتم معارفين يعني إيه اللعيبة جاب الجاز اكتبوا لي تحت في التعليقات يعني إيه جاب الجاز وأعتقد إن الجاز خير ختام لتلك الحلقة الجاز جميل في الجو ده ومفيد الواحد ممكن يولع كده ويتدفى بدل الجو المرعب والبرد القارس اللي احنا عايشين فيه ده كتبوا لي تحت رأيكم في التعليقات هل يا طرى منتخب سوريا ينفع يكون منتخب ند بند المنتخب الجزائر طبعا المنتخب الجزائر منتخب رقم واحد فنعرف نقارن نفسنا بيه ومفيش مشكلة في كده ونحتاج جد إيه من المجهود ومن الوقت ونحتاج إيه ورحمة الله وبركاته